الزراعة بتصرح أن في حملات مكسفة على مصانع الأعلاف وسحب عينات للتأكد من مواصفاتها ما هو مش كل واحد هيعمل مصنع أعلاف وهيبيع شكارة الأعلاف للمربي من غير ما يكون فيه متابعة وزارة الزراعة وصلاح الأراضي بتقوم بحملات تفتشية على جميع مصانع الأعلاف لأي مخالفة يتم مضبطها، أي مخالفة تحصل غير مطابق للمواصفات فيه مدخلات ما هياش مناسبة لتركيبة علافية متوازنة علشان فعلا نتابع الانتاج الحيواني والدجيني وفيه مصانع غير مرخصة، مفروض الراجل يبقى معاه ترخيص ولمعاهوش ترخيص حيبقى مخالف فعلا للمعايير لاتخاذ المعايير لتصنيع نفسها وبالتالي لازم يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ده يتم غلقه الفلاح النهاردة بيدفع فلوس عشان ياخد خدمة يا إما يقنن وضعه إذا كان هيوفر لي مدخلات أو هيوفر لي أعلاف في الأسواق يبقى يقنن لوضعك اشتغل وأنا أتابعك كدولة ده بيتم بالتنصيق مع شرطة البيئة والمستطعات المائية ومع السادة وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات وفيه لجان متخصصة بتسحب العينات من جميع مصانع الأعلاف وفيه رقابة شديدة جدا علشان تتأكد من خلوها من أسباب أن هي تمنع تسويقها على المستوى المحلي وزي ما بقول التزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداود وأي مخالفة بتحصل بيتم التحقيق فيها من الجهات المختصة